عمل وحقول لكم كمان ازاي تطلعوها مدورة بصوا شكلها مدورة وكيوت واسمعوا معاي ارمشة ما بيتها الزرش والطعم فوق الرقع يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله القطة هي المقادير والمقادير لازم تكون مزبوطة تمام عشان تطلع في الاخر العجينة مزبوطة انا حبدأ معاكم بكباية دقيق واللي حب يضعف الكمية يضعف لكل كباية دقيق هحط معلقة كبيرة من اللبن البودر لبن بودرة نيدو او اي نوع هضيف معلقة كبيرة من النشا عليها نص معلقة كبيرة من بودرة الكاستر فانيليا لو مش متوفر عندك بودرة كاستر فانيليا ممكن تحط الكمية كلها من النشا وهحط معلقة كبيرة من السكر عليهم نص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وهحط نص معلقة صغيرة من الباكينج باودر نص معلقة صغيرة أو ربع معلقة كبيرة من الباكينج باودر مش هنكتر لأن في ناس في المقدار بتزود باكينج باودر وفي ناس ما بتحطش خالص وده بيفرق كتير هحط طبعا رشة ملح أنا بحب أضيف معلقة صغيرة من الفانيليا كمان بتفرق جدا في الطعم العجينة في الآخر في نقطة مهمة هنا بقى نخلي بالنا منها إن أنا لازم أخلط كل المكونات الجفة كويس قوي قوي بالويسك علشان أتأكد إن كلهم اندمجوا مع بعض لإني لما هحط السائل لو ما كنتش قلبت هتبدأ الخميرة تتكتل في أماكن أو أماكن لأ هضيف كمان معلقة كبيرة من الزيت بعد بقلبت كويس أضيف المية ومهم قوي إن أنا ما ضيفش كمية المية كلها مرة واحدة أنا معايا هنا كوباية دي احتاجت لكوباية اللي ربع من المية الدافية مش سخنة ومش بردة بقلب وبضيف بقية الكمية وفي دقيق زي ما إحنا متفقين بيختلف عن دقيق في دقيق بيتشرب المية فبيحتاج كمية مية أكتر وفي نوع دقيق تاني لأ فأنا بكلمكم على نوع دقيق اللي أنا بستعمله إنتوا عندكم إبدأوا بكوباية اللي ربع ولو حسيتوا إن العجينة لسه محتاجة هتقولوا ليه هنحس إزاي أنا هقولكوا طبعاً القوام اللي إحنا محتاجين إن إحنا نوصله لأن دي نقطة مهمة جداً في نجاح الزلبي أو لقومة القاضي القوام المزبوط هتعملوا مقدار كوبايتين دي يبقى محتاجين كوباية ونص من المية الدافية حبدأ بيهم وبرضوا على مرحلتين وهقلب كويس زي ما أنا بعمل كده في ناس طبعاً بتحب تعجب بإيدها بس أنا بحب أستعمل السيليكون عشان ما بحبش اللغوة سأوي وده القوام اللي إحنا عايزينه شايفين لا قوام سائل ولا قوام عجينة متماسكة شايفين عامل إزاي بس لسه لو نراحز فيه تكتلات هنعمل إيه بقى هنا أهم خطوة يا جماعة لتي وعجيني بقى لتي وعارفين خلتي اللاتاتة لا ده أنا خلتي زي السكر ما توقعوناش في الغلط بقى لا اضربوا بقى كويس في ناس تحب تعمل الخطوة دي بإيديها وفي ناس ما تعملش الخطوة دي خالص بتاخد العجينة تغطيها كده زي ما هي وعشان كده ده بيبقى سبب من أسباب فشل لقمة القاضي بصوا بصوا اللاتة والعجنة حولها ازاي هتلاقوها بقت متجنسة وشكلها تغير وما بقاش فيها أي تكتلات اللي عايز يليدت ويعجن بإيده هو حر بس أنا عملت برضو بالمعلقة السيليكون بتساعدني أكتر هغطيها بقى والدنيا حر فمش هنسيبها لمدة ساعة إحنا نص ساعة ساعة لربع بالكتير هلاحظ إنها طلعت فقاقية بصوا ممتازة هي وحجمها الضعف والنقطة كمان مهمة هنا لازم أخرج منها الهوى شوفوا يا جماعة فقاقية الهوى عاملة ازاي لازم أخرجها منها وتأكد إنها خرجت في ناس حتقول لي طب إزاي حتنفش لا حتنفش لأن هي فيها مادة بتساعدها إنها تنفش الخميرة فيها خميرة وفيها بيكين توضر مش هتنفش بالفقاعة دي الفقاعة دي وجودها يخليها تطلع مشوهة بعد القليل نيجي بقى لمرحلة التشكيل وفيه جهاز مخصوص للزلبي أو لقمة القاضي جهاز اللي أنتوا شايفين وبندوس على زرار كده بيفتح من تحته ويقفل لازم نبقى بندوس بيه بسرعة علشان يقطع لنا قطع صغيرة وممكن نستعمل أمع أو كيس الحلواني بأمع أو من غير أمع وممكن نستعمل الكيس العادي اللي موجود في أي بيت يعني إحنا مش هنعقد الدنيا كل واحد حسب المطافر عنده هنعملها يعني هنعملها إحنا شعرنا إيه؟ أيوة الجيش بيقولك اتصرف نقطة مهمة بقى هنا إن أنا لو استعملت أي نوع من الأنواع دي للتشكيل لازم أدهنوا زيت قبل ما أبدأ أدهنوا زيت من الداخل يعني لو هستعمل الكيس الحلواني حقل بالكيس وأدهنوا زيت من جوة ولو هستعمل الكيس العادي برضو حدينه زيت أو حتى الجهاز حدينه زيت قبل ما أحط العجين جواه ده بيفرق جداً وبيسهل كتير في التشكيل نقطة مهمة جداً لازم نتجنبها في مرحلة الألي وهي الزيت السخن والزيت البارد أنا لا عايزة الزيت سخن والعايزة بارد أنا عايزة الزيت دافي يعني حطى الزيت على حرارة واطية جداً بحيث أنه يبقى دافي فقط وحقص حبدأ معاكم بطريقة التشكيل مع كيس الحلواني هبل المقص في الزيت وابدأ أقص عشان العجينة ما تلزقش في المقص هلاقي العجينة نزلت الأول في القاع وتبدأ تطفو بعد كده على الوش مش هكتر أنا عايزة بس عشر اتناشر قطعة هستعمل حاجة تكون غويطة أو عميقة يعني زيت عميق يفضل أن نستخدم قلي بالزيت العميق اللي عنده ديب فراير تبقى أحسن طبعاً وحبدأ أول ملاقي كله بدأ يطفو على الوش كل القطعة اللي أنا حطيتها طفت على الوش حبدأ التقليب وحخلي الحرارة من وطية المتوسطة علشان استوى يبقى مظبوط معايا وحبدأ ألاقي اللوب بيتغير في نقطة مهمة أن أنا أستعمل الصفاية دي في أن أنا أدوس عليها كده بس أضغط عليها بحيث أنها تغطص شوية لو هي مش عايزة تتقلب معايا بصوا طلع لونها دهب ازاي ومتساوي من كل الجهات أنا هنا قطعت قطعة كبيرة فطلعت الزلابية كبيرة اللي يحب أصغر من كده يقطع قطعة أصغر من كده لو هستعمل الجهاز يبقى هحتاج عود خشبي أقلب بالعجينة وهي جوه الجهاز علشان العجينة ساعات بتعمل فوق عاد كبيرة فدي بتخلي القطعة اللي نزلة شكلها مش كويس أو بتعيق نزول بقية العجينة من الفتحة اللي موجودة تحت وما ننساش لو استعملنا الجهاز إن احنا ندهن الزيت كمان في منطقة الفتح والقفل اللي موجودة تحت علشان العجينة ما تلزقش فيه وتعمل لنا مشكلة أنا هنا عملت كم واحدة بس عشان أوريكو الزلابية اللي بتطلع من الجهاز بيبقى شكلها إيه والنتيجة بتبقى عاملة زي اتقلتها هيو تمام وطلعت ما شاء الله جميلة عايز أقول لكم إنها يعني فكرة الجهاز دي مش فكرة وحشة يعني كويسة للناس اللي ما بتعرفش تشكل بالطرق التاني آخر طريقة بقى للتشكيل وهي طريقة استخدام الإيد وهنا لازم أنا قدهن إيدي بالزيت قبل ما أبدأ الطريقة دي وحستخدم برضو معلقة معلقة آيس كريم أو المعلقة المعيارية أي معلقة مدورة لو ما عندي كيش يستعمل المعلقة العادية وطبق أجنبي فيه شوية زيت حبل لها بالزيت قبل ما أبدأ وقبل ما أبدأ زي ما اتفقنا لازم أخرج الهواء من العجينة الأول وبعدين بضغط كده بالعجينة بتطلع من صوابعي أخدها على طول بالمعلقة على الزيت الدافي زي ما اتفقنا الزيت مش صخر وبعدين أول ما لقيهم كل الكمية طفت على الوش أبدأ أخلي الحرارة متوسطة مع بقى تقليم مستمر وحنشوف النتيجة هتطلع عاملة زي بدأت تخلص أهي وتاخد اللون الدهب الجميل بصوا اللون عامل إزاي روعة مزبوطة وسواها مزبوط وكل حاجة فيها جميلة وشكلها بقى يجنن حتى الدوير والكور بتاعتها طلع شكلها حلو ومزبوط إحنا ممكن ما نكونش متعاوذين على الطريقة دي قوي بس تصدقوني التعاود حيخليكوا تعملوها perfect نقطة مهمة في مرحلة التصفيق تقمة القاضي لما بنطلع بنصفيها على ورق مناديل ورق مطبخ نخلي بالنا ما نحطهاش فوق بعد أبدا لازم تتحط جنب بعض في طبق كبير واسع عشان ما تطراش طريقة تقليدية حبيبت الملايين وهي اللي بالعسل أو الشيرة العسل هنا بيبقى تقيل عبارة عن كبايتين سكر عليهم كباية مية على النار وفي الآخر أول ما يبدأوا يغلوا هعصر عليهم نص لامونة وكده تبقى تمام طيب بحطه إنت العسل بعد ما العسل يبرد تماما وكمان الزلابية تكون بردت أنا ما بغطصش الزلابية في العسل أنا برش العسل عليها من بره وبصوا يا جماعة بتطلع حلوة والله جدا وبتطلع طعمها يجنن وبتحتفظ بالأرمشة الخارجية لأن الأرمشة دي بتروح لو حطيت الزلابية وهي سخنة في العسل وهو سخن أو الزلابية وهي بردة في العسل وهو سخن يبقى أنا لازم الزلابية تكون بردت وكمان العسل يكون برد بصوا طالع عاملة ازاي من جوة صفت وإيري كده مليانة هوا يعني هشة ونفشة وزي الفل وكمان ايه فيه طبقة الكراست اللي بره دي أنا عايزة وريها لكم بصوا عاملة ازاي طرية مستوية ميامية زي الفل والطبقة بتاعة الكراست دي بتدي أرمشة فضيعة نيجي بقى لصوصات التزيين وشغل المطاعم أنا هنا أول حاجة استعملتها صوص البستاشيو وهو عبارة عن كريمة الفوزدق قابلة للدهن زيها زي النوتيلة كده والحاجات دي بحط منها معلقة ومعلقتين عليهم كريمة خفقة حلويات وبقلبهم مش بخفقهم لو ما عندكش كريمة خفقة حلويات ممكن تفكيها باللبن وبتبقى زي الفل نفس الكلام عملتوا مع النوتيلة ومع صوص اللوتس واللي بسكر البدرة الله واللي يحب يعملها صحية يحط عسل أبيض أو صوص العسل الإسود بالطحينة بيبقى تحفة أنا استمتعت معاكم جدا أتمنى كمان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا بالوصفة دي لو عجبكم الفيديو عملوا لايك وأشوفكم الوصفة الجاية إن شاء الله